لو انت مش عارف ازاي تقدر تعمل اعلان على الفيسبوك فالفيديو ده مهم جدا ليك ويعلمك من الصفر لحد ما تحترف حرفيا ازاي تقدر تعمل اعلان على الفيسبوك سواء كان لمنتجات او منشورات لو انت مش فاهم اي حاجة الفيديو ده اندى حد نهايته هي فاهمك خطوة خطوة قرية انشاء اعلان على الفيسبوك يعني سيبلك رابط افضل فيزا في مصر تقدر تعمل بها اعلانات ولو انت خارج الوطن العربي سيبلك الرابط موجود في التعليقات ادخل عليه وظيف اعرف ايه هي اوضل اذا تقدر تعمل اعلانات عليها خلي بالك فيه فرق انك تروح تعمل ترويج للمنطور من الصفحة بتاعتك وفيه فرق انك تروح لمدير الاعلانات نفسه علشان تقدر تعمل انشاء اعلان او تنشئ اعلان على مدير الاعلانات الخاص بالكيسبوك الفيديو ده هيفيدك جدا وحرفيا بعد ما يجي تخلص الفيديو ده ممكن يكون ده مشروع لك انت وتعمل لنفسك اعلانات من المولة علشان لغيرك يجي يعمل عندك اعلان ويالله بنا كده نبدأ الشعف وفيه فرق كمان ان انا اروح عندي لمدير الاعلانات بنفسه كده وقل انه انا عاوز اعمل اعلان بس لما اجي اضغط على كلمة ترويج على طول بيزهر للصفحة لقدامك دي وانا مش اعاوز تدخل على الصفحة دي خالص انا في الفيديو ده هعمل اعلان من اول 200 جنيه لحد 1000 جنيه تمام يعني فيه عندك فيه 1000 جنيه هلا وفيه عندك كمان 200 جنيه تتحكم في الميزانية بتاعتك بس انا مش هعمل الاعلان من خلال الترويج المنشور علشان ده هيبقى يعني اردش بتاعك او هيبقى مدة الوصول او حجم الوصول للمنشور بتاعك هيبقى قليل جدا فخلينا نروح لمدير الاعلانات انا بخطب الناس اللي هي يعني مش فاهمة ازاي تعمل اعلان انت تتعلم معايا واحدة واحدة كده وبالتفصيل ومش هسيبك ان لما تنشئ اعلان بطريقة صحيحة دلوقتي بروح عنديك على كلمة انشاء اعلان بعد ما تخش على مدير الاعلانات اضغط عندك على انشاء اعلان ويقول لك هنا في عندك الوعي والزيارات والتفاعل والعملاء المحتملون وترويج الطبيق والمبيعات لو انت هتبيع منتج انا بنصحك انك تروح عندك برضو عندك على التفاعل واي منشور اضغط على التفاعل علشان منتجات بتخش فيه ضريبة القيمة المضافة وحاجات كده انت بتدفعها في الاخر يعني مبالغ يعني انت بجنع عنها لكن انت لو مبتدأ انت خش معايا على التفاعل لو انت هتعمل اعلان كبير او المنتجات خش على المبيعات عادي جدا التفاعل هنا اللي هو بيعمل يعني اعجابات بيخش يعلق لك حد يخش يعلق لك او المنشور لما يجي يوصل لحد بيشوفه ممكن يفدر واقف كده قدامي الاعلان بيبدأ يصر له اكتر من مرة خلي بانك بعد ما تلغط على التفاعل الغط على كلمة متابعة هيفتح لك هنا بقولك اسم الحملة الاعلانية هنا بتغير اسم الحملة الاعلانية خالص وانا افترض مثلا ان انا اكتب حسابات تمام خلاص كده هنا بقولك الفئات الاعلانية الخاصة سيبها زي ما هي كده يعني ما تعملش اي حاجة خالص وسيب كل حاجة كده زي ما هي في الصفحة دي تلغط على كلمة التالي والتالي ده بقى بيبقى يعني يقولك خمسين في المية من المهم في الاعلانات كله طيب دلوقتي بعمل ايه في الخمسين المية دول بقولك كده اسم المجموعة الاعلانية برضو تخليها حسابات الزكاة الاصطناعي بعد كده هنا بتروح عندك على التحويل او موقع التحويل بقولك كده طبيق المرسلة او عندك في اعلانك او موقع ويب خلينا في الحاجتين دول لو طبيق المرسلة وانت هتضيف انكر رسالة يعني مثلا انت هتروح على رسالة المسينجر او الواتساب او الانستجرام اختار الاختيار ده بس يتعاوز تعمل تقليل المبلغ بتاعك بوصوب اكتر خليها في اعلانك يعني يخليك في اعلانة بس لكن لو انت هتضيف زر بيبقى المبلغ بزيادة شوية ويبقى الوصوب اقال فانت لازم تتزود المبلغ خلاص كده اخترنا موقع التحويل في اعلانك انت تنزل بس كده شوية ولك نوع التفاعل لو كان فيديو اختار فيديو ولو كان منشور اضغط هنا وقول له التفاعل مع منشور دلوقتي بتنزل تحت كده بيقولك هنا هدف التكلفة لكل نتيجة لا سواء خالص فاضية ملكش دعا بيها خالص دلوقتي بيقولك هنا عرض خيارات اضافية اضغط عليها ضغطة كده وانزل تحت بيقولك نوع الاعلان القياسي سيب كل حاجة زي ما هي دلوقتي بتروح عندك على الميزانية في عندك ميزانية يومية وفي عندك ميزانية كاملة الميزانية الكاملة دي الفيسبوك بيقسمه لك على مزاجه وعلى حسب المدة اللي انت ضفطها اما الميزانية اليومية وانا اختارها ويكون مناسب للكل انا اختار ميزانية يومية انا اعملها اه في اليوم هخليها ميت جنيه تمام اخليها ميت جنيه في اليوم طب خلي بالك لو انا عملت ميزانية الحملة كلها ميزانية الحملة كلها على اقل خالص تقريبا بتضيف اه يعني يقولك انا 963 جنيه دي الاقل حاجة تعملها يعني ميزانية كلها في خال 10 ايام 5 ايام الاقل حاجة لازم انت لاحظنا تضفها 963 جنيه طيب دلوقتي انا اقول لك انا ميزانية يومية واقول له انا في اليوم انا عايز اعلان في اليوم بمن جنيه اقول لك انا تاريخ البدء ممكن تلاقي دي مختفية اضغط بس عندك على كلمة تعيين تاريخ الانتهاء وبعد كده انا بقولك تاريخ البدء النهاردة 14-8-23 الساعة كذا. طيب دلوقتي انا بقول له انا هعمل في خلال اربعة يال. يعني في اي اعلان تعمله ارجوك حاول تعمل في خلال اربعة يال. سبك من يوم او يومين او ترتة يام. اربعة يال دي كافية جدا ان هي اجيب لك اعلى. طيب. دلوقتي النهاردة اربعة اشر يعني اعدي كده اربعة يال اخليها لحد يوم خمسة تمامتاشر. واقول له الساعة الساعة عندي انا اخليها اربعة اشر عشان ان تعدي اربعة وانا اربعة تسعة. تسعة واربين دي ايه يعني. طيب. دلوقتي انا بضغط على كلمة عرض خيارات اضافية. كده انا حددت تاريخ البدء الاعلان وتاريخ انتهاء. عاوز ان تتحدد دلوقتي ما فيش مشاكل. طيب دلوقتي بتنزل تحت كده شوية بعد ما تضغط على كلمة ارض اه كانت فين? ارض خيارات اضافية. تمام? بعد كده انا بقول لك هنا الموقع. الموقع تشوف انت بتستادف انه دولة. انت بتستادف مصر مفيش مشاكل اختار مصر كلها. بتستادف السعودية استادف السعودية كلها. طيب. انا لو بستادف منطقة معينة. بتروح عندك هنا بتبحث في الموقع ده. وقوله هنا القاهرة. واختار هنا القاهرة. خلي بالك شوف انا اخترت القاهرة هنا ايه? واعمل لي نقطة او عندي علاوة في القاهرة. بس لما يجي روح عندي على السهم اللي تحت موجود هنا. خلي بالك كل ما يجي ادية السهم ده. يعني كل ما قالني للسهم كل ما المنطقة بتبقى اكبر بتبقى اوسع طيب ازاي بقى اللي بيحصل دلوقتي انا اخد منطقة القاهرة باللي حواليها المحافظات اللي حواليها طيب انا عايز القاهرة بس يبقى انا بداية الدايرة شوية حس ان انا احدد المنطقة اللي انا فيها يعني اللي انت هتعملها منفترض في شوبرا هتعمل بس في شوبرا الاعلان هتعمل في اسكندرية مش عارف هتعمل فين الاعلان في المنطقة بتاعتك طيب يفضل انك تعمل الاعلان في مصر كلها يعني انت لو حابب انك توزع او انت بتعمل اعلام خليه في مصر كلها. تمام? كده انا خلتها في ايجيت يعني دولة كلها خلاص كده. العمر ما بين الطمانتاشر للخمسة وستين خليها زي ما هي كده. ما تحاولش تقنل ولا تزود. من طمانتاشر لخمسة وستين سنة. طيب. اللي عندك هنا كل الفئات الجنسية اقولك هنا الرجال بس او النساء بس. لو انت منتجات نسائية او انت بتعمل اعلان للنساء بس اختار النساء. الرجال بس اختار للرجال. انا اعمل للاثنين والكل. طيب. دمات يبقى بيونك هنا الاستهداف التفصيلي. خلي بالك بقى. وانا عدى استخدم الزكاة الاصطناعي في الحتة دي. لانه يساعدني ازاي اقدر اجيب الكلمات المفتاحية اللي انا اقدر اوصل بها الجمهور اكبر. طيب ازاي كل الكلام ده? تعالوا بنا كده نروح بقى للمنصة الشهيرة من منصة الزكاة الاصطناعي اللي يساعدنا في الحصول على كلمات الاستهداف التفصيلي للاعلان بتاعنا. انا اروح معكم على منصة شهيرة جيبتي. وهسأل سؤال كده اقول له انا عاوز اا اكتراحات استهداف تفصيلي. انا بعمل اعلانات او بعمل حساب ببيع حسابات على اا او بعمل اا اا منتجات ببيع منتجات المنتجات دي عبارة عن كزا. وتبدأ تشرح المنتج اللي انت ببيعه او الحاجة اللي انت عاوز تعمل لها اعلان. بحيس ان هو لما ييجي يفهم الاعلان بتاعك يبدأ يدي لك الكلام ده. بقول لك استهدف السلوكيات. او استناد للمهن. وكمان للعمر. وكمان للمستخدمين المشابهين. دلوقتي انا اخد بعض الكلمات الي فيها يعني بقول لي هنا استهدف استناد السلوكيات. الزكاة الاصطناعية. باخد الزكاة الاصطناعية دي بعمل له ارقبي. تمام. اروح كده. وارجع تاني للإعلان. وقال له انا اضافه من هي. يعني اضافة في الخنة دي. دلوقتي بقول لي هنا اي اي آي الزكاة الاصطناعية ادوات عليها هترجع تاني بقولك هنا استهدف كمان بالطلاب علوم الحاسوب وكمان المبرمجين انا اختار المبرمجين والمهندسين يعني اختار كلمة مهندسين هنا تمام اختار كده شوفي يظهر لي ايه ما ظهر ليش طيب مبرمجين هو ما يظهر معاه مبرمجين بكتب بقى المجال الاساسي اللي هو البرمجة تمام هنا بدور على برمجة الكمبيوتر برمجة الطبيقات لغة البرمجة البرمجة المحاسبة اختار لغة البرمجة طيب دلوقتي بقى انت في اي اعلان او في اي اهتمامات انت هتضفها او اي استيدات حاول ما تزودش عن تلاتة بالزبط يعني حاول تلات كلمات اربع كلمات اخر حاجة ما تزودش عن كده علشان ما يبقاش فيه مشكلة في الاعلان نفسه طيب دلوقتي بقى بقى بختار اخر كلمة مفتاحية هو المتسوقون المتفاعلون تمام يبقى انا كده ضفت المتسوقين ومتفعلوهم ولغة البرمجة بيتكلم في البرمجة وكمان الزكاة الاستماعية. لو انت عاوس تضيف حاجة ربعة اللي هو التعليم. نروض دور ندور كده على التعليم الالي وعندك كده تعليم السباحة نختار التعليم ان هو الاساسي ده. تمام? طيب. دلوقتي ما بنزل تحت كده خالص. انا حطيت كل الاعتمامات ونستهدى في ان انا عاوزو. بنزل تحت بقى ونروح عندك على المواضيع. وده بنسبة خمسة وعشين في المية بقى اللي هو من اول خمسين في المية اللي احنا قلناهم. لدغة عندك على المواضيع اليدوية. طبعا احنا بنتكلم في خمسين في المية. ده جزء بقى الخمسة وعشين في المية. طيب. دلوقتي بقى ادروح عندنا على الفيسبوك والانستجرام. وكمان هنا الاعلانات اللي بتضاف خارج الفيسبوك. طيب. حنشيل التلات علامات دول. انشير اصدل علامتين دول. ونسيب الفيسبوك زي ما هو. وننزل تحت كده نختار بس موجز الفيسبوك ونشيل اي علامة صحة موجودة في القائمة اللي قدامنا دي. زي ما انت شايف كده انا بشيل العلامات دي كلها. بحيس ان انا ما خليش بس اللي اللي موجود موجز فيسبوك. تمام? تمام. انا عامل اعلان قلت لك فوق هنا بخمسمائة جنيه. او بلا بمية جنيه في اليوم. تمام? واخترت هنا لمدة اربع تيام. ولكن هنا يقع تاريخ بدء في ماضي في الماضي. يعني قوله هنا اعادة تعيين. هو يبدأ بقى يزبط التاريخ بتاعنا. تمام? انزل تحت كده بقى خلاص. خلاص احنا خلصنا على كل حاجة كده. ابغم بس على كامل التالي. واتنقل بقى للمرحلة اللي بعدها. دلوقتي هنا انت عاوز تعمل اعلان لمنشور معين او فيديو معين على الفيسبوك. هترح تعمل ايه? اختار الصفحة بتاعتك الاول. شوف الصفحة بتاعتك ان انت هتختارها. بعد كده بتنزل تحت يقول له انا المنشور الحالي. يعني اختار هنا المنشور الحالي. قولك انا اختيار المنشور. يعني ممكن تلاقي دي بمية شالة اصلا. هنا بقول له تغيير المنشور. تختار المنشور اللي انت عاوزه. انا اختاره على سبيل المثال ان انا اختار المنشور ده. وهنه متابعة. او على طول ضفوني بالشكل ده كده. وبقال لك ان هو عايزهر على الكمبيوتر وعلى التليفون بالشكل ده. تمام? طيب. دلوقتي بقى تنزل تحت كده خالص علشان ما يقصرش معك في الحملة الاعلانية. يعني خلي خلي الرسائل او اللي يجي رسلك من خلال التعليقات وبقى خشتها على الخاص. دلوقتي بقى تنزل تحت كده خالص. علشان تنشوف في حاجة ممكن نضفها تاني. لا كده خلاص بقى. اضغط عندك على كلمة نشر. ولكن جار النشر من واحد لتلاتة وبتستنى عمال يعد فوق معاك الحملة الاعلانية. وكده بيبدأ يروح في قسم المراجعة. يعني هناك هنا جار المراجعة وبيبدأ يراجع الاعلان بتاعك. زي ما انت شايف كده اروح عند الحملات الاعلانية وبقول لي هنا جار المراجعة. بيهب معاك ساعة ساعتين وفي الاخر بيتوافع على اعلان. وعلى حسب المزارية بتاعتك على حسب الراتش اللي قدر يوصل من الناس. كده فكرة ازاي تعمل اعلان على الكيس بوك او كيفية عمل اعلان على الكيس بوك. دلوقتي يعني تقدر كده انت تفهم كل حاجة وكده عندما شرح انتهى اتمنى يكون شرحة عجبك. يا ريت ما تلساش تدعملني بلايك بسبسكرايب للقناة. ولكن اي حاجة توصل معي في التعليقات ارد عليك ان شاء الله. واشوفكم في اشتركوا في القناة.